ينضم إلينا أحمد المحمد علي مدير مكتب باب رزق وصاحب الفكرة من إدلب صباح الخير أهلا بك صباح الخير أهلا وسهلا حياكم الله جميعا وشكرا لكم على هذه السباة في الكريمين أهلا بك أكيد عملت دراسة للسوق كيف شفتوا واقع العمل بالمنطقة وتقريبا ما نسبة البطالة بين الشباب والله يا سيدي بصراحة المجتمع عندنا والسوق عندنا بحاجة كبيرة للعمل يعني عندنا نسبة بطالة مرتفعة تتعدى 80% المشكلة نحن موجودين ضمن بقعة جغرافية صغيرة وأعداد كبيرة من الناس بحاجة للعمل وبالمقابل فرص العمل قليل جدا فهذا الشيء خلى أن الناس بحاجة لفرص العمل بشكل مستمر فمن هون إجتنا الفكرة أنه لازم يكون فيه يعني نحاول ندعم هاي الناس نحاول نساعدها يعني على قدر استطاعتنا طبعا قدر استطاعتنا المتواضعة فنحن كان عندنا بالبداية قبل ما ندخل بهذا الموضوع المكتب كان عندنا محاولات أنه مثلا مشاريع فردية مشاريع صغيري كذا ولكن للأسف لقلدة الدعام وسواء من الأفراد أو من المنظمات فاتجهنا لمحاولات فردية أحمد إجت فكرة المكتب من حاجة السوء لكن شو الشيء اليوم اللي بيقدمه للمكتب خلافا عن أنه الشخص يروح يبحث عن عمل ويتواصل مع المؤسسة أو الشركة أو المكان اللي ممكن أنه يشتغل فيه شو الشيء اللي بيميز اليوم مكتب باب رزق؟ تمام علاق الخدمات اللي بيقدمها مكتب باب رزق أولا يعني ملخص الفكرة هي وصل العامل مع رب العمل ولكن نحن في كتير ناس مثلا بتدور على فرصة بتدور على عمل ما بتلاقيه ممكن يكون وضعه المادة أساسا ما بيسمح له كتير للتنقلات مشان أنه يدور على هاي الفرصة فنحن من ريحوا من هاي التنقلات بدلا ما يروح يبحث مثلا بالمنشآت نحن من ريحوا أنه خلص هالفرص الموجودة بهاي المنشآت موجودة ومتوفرة عنا بالمكتب بالمقابل أيضا رب العمل يعني بيبحث أوقات عن عامل باختصاص معين بشهادي معيني ممكن بعض الاختصاصات تكون نادرة فنحن كران من ريحوا من البحث على وسائل التواصل فبيلاقي عنا الاختصاص المطلوب ولكن على أبي موضوع الراتب يعني بيكون فيه تدخل معين مثلا بموضوع الراتب قد يبدو ياخد بتحاولوا أن تكون وصل التواصل لطيفة بالنسبة للراتب نحن منحاول أنه يكون يعني إذا كان مثلا فتح الموضوع أو مثلا رب العمل الحقيق قدامنا هذا الموضوع منحاول قدر الإمكاني يكون أعلى ما يمكن لأنه اليوم أجور العمال عندنا كتير متدني ولكن ما فينا ندخل بشكل مباشر صراحة لأنه هي النتيجة بتكون الاتفاق بين العامل وبين رب العمل ولكن إذا صار أنه مجال أكيد منحاول تكون أعلى ما يمكن لأنه اليوم يعني قد من أخذ العامل يعني الأجور عندناه متدني ما رح ترقى لمستوى أنه مثلا الأجور العالمية أو مثلا نعم تلبي الاحتياجات الموجودة حاليا بالإضافة لموضوع وصل العامل مع رب العمل نحن حاليا عم نسعى لموضوع أنه ندرب الشباب يعني في كتير ناس بتجينا أنه أنا مثلا ما عندي خبرة مجال معين ما ندارس أنا عامل بشتغل أي شيء فهذا ممكن يكون مثلا عالي على المجتمع يعني على الأقل ما يقدر يلبي احتياجاته فنحن عم نحاول قدر الإمكان عم نحاول نتعاقد مراكز تدريب أو حتى مع أصحاب المصالح مثلا محلات تجارية أو كذا أنه يا أخي نحن ما ندرب هالشباب اللي ما عندهم خبرة ما نحاول نعطيهم خبرة بمجال معين ما نحاول نأهل الشباب مشان ندخلهم سوق العمل مشان يكونوا فعالين أكثر بالمجتمع وهيك بيكون يعني حتى لو نحن ما قدرنا نأمل عمل عن طريقنا منكون شقينا له طريقه بالحياة العملية وهو يعني بكمل مسير شو أكتر شي دورات اللي بتساوى وشو أكتر الفئات المطلوبة عن طريق المكتب عندكم هلأ بالنسبة للدورات موضوع المبيعات والتسويق هذا الموضوع صراحة كتير مطلوب يعني من خلال عملنا بالمكتب لاحظنا أنه كتير مطلوب هذا الأمر فحاليا عم نشتغل على موضوع دورات للتسويق والمبيعات أيضا في مهن تاني مثل موضوع الحلاقة موضوع مثلا حلاقة النسائية أو الرجالية موضوع مثلا صناعة الحلويات يعني نحن عم نحاول الشيء اللي رائج ومطلوب أكثر أنه نعمله دورات حلو كتير طيب في نقطة مهمة ذكرت بالتقرير أنه أنتوا ما بتتقاضوا أجر مقابل عملكم كيف عم تقدروا تستمروا؟ هل المكتب مدعوم مثلا من منظمة معينة أو من جهة معينة؟ هلق نحن ناخد صراحة أجور رمزية بالبداية كنا ما ناخد يعني كان موضوع تقريبا ملجاني ولكن كون المكتب ما مدعوم من قبل أي جهة يعني لا جهة حكومية ولا منظمة ولا أي جهة مثلا خاصة فصرنا ناخد أجور رمزية بش نغطي تكاليف المكتب يعني اليوم في عنا نحن مثلا أجر المكتب مثلا هو لأنه مو ملك خاص هو استئجار في عنا مثلا تنقلاتنا مشان نحسي أن نتنقل عن منشآت مشان أمن فرص العمل ففي عنا مصاريف فعمل نحاول ناخد شيء رمزية شيء بس يغطينا يعني أنه مصاريف المكتب فقط لا أكثر المتعارف بهذه المكاتب كانوا ياخدوا أول راتب يمكن بالضبط يعني هلأ نحن المتعارف فيها سألتك أنه بتدخلوا أنتم بموضوع الراتب لأنه كانت دايما في محاولات من المكاتب بزيادة هذا الأجور لأنه بيحصلوا يمكن أول راتب صح هلأ هاي المكاتب بدول العالم أو مثلا بأي مكان موجود فيه مثل هذا المكتب مثل ما تفضلتوا هني بياخدوا مثلا راتب كامل ولكن نحن كون الموضوع يعني عما نحاول قدر الإمكان يكون مساعدة لأبناء بلدنا وأبناء منطقتنا أكثر ما يكون ربحي فإذا منطالع بس شيء أنه يغطينا يعني تكاليف المكتب ومصاريف المكتب يعني ما بدنا أكثر محيك وإن شاء الله تعالى يعني منحتسب هذا الشيء عند رب العالمي يعطيكم ألف عافية ختاما يعني كيف بتشوف مستقبل المنطقة فيما يخص فرص العمال والبطالة برأيك لوين رايحين وإذا في حلول مثلا ببالك للموضوع ممكن تطرحوا عن طريق شاشتنا تمام هلأ بالنسبة لموضوع يعني موضوع البطالة إلى أين أو فرص العمل يعني صراحة هذا الشيء متعلق إلى حد كبير بالوضع السياسي يعني أنا اليوم سواء كنت صاحب منشأة أو مثلا شخص مثلا بدي أفتح أي عمل فطلع على الوضع السياسي بخاف أما إذا كان مثلا الوضع ما أنه مستقر سياسيا فبخاف افتح أي عمل وبالتالي يعني هذا الشيء بيأثر كثير على الواقع العمل عندنا يعني نحن منحاول قدر الإمكان مثلا أنه نوجه الشباب أنه لازم يكون لكم أعمال فردية مشاريع فردية ما تعتمد على وظيفة ما تعتمد أنه تروح تدور على شغلة تشتغل عامل منحاول نوجه الشباب قدر الإمكان أنه أنت يروح يعمل مثلا دورات بأي مجال حتى لو أنت مثلا صعب هذا الشيء بلغت من العمر مثلا 30 أو 40 ولكن لازم يكون إليك مثلا عملك الخاص لازم يكون إليك عملك الفردي بحيث أنه تغطي يعني احتياجاتك واحتياجات أسرتك بالنسبة للموضوع الحلول يعني هلأ الحلول أنا برأي تنطلق بالدرجة الأولى من الشباب اللي يعطينا العمل أنه يدرب نفسه أنه حتى لو كان هو صاحب شهادي يشغلي أخي فترة مجانية بس شي يكسب خبرات لأنه اليوم أنت أي مثلا منشعة بتقوله بدي وظيف عندك شخص بيقوله بدي يكون مثلا خبرة سنة أو سنتين فموضوع التدريب والتطوير الذات هو بالدرجة الأولى سواء لصاحب الشهادي أو للشخص اللي ما عنده مثلا أي مصلحة أو أي شهادي بالنسبة للجانب الثاني مثلا ما الحل أنه هو بيكون عن طريق مثلا الحكومة والمنظمات أنها تنشئ مثلا معامل تنشئ يعني الشيء اللي بيوفر فرص عمل له العمال يعني هذا الشيء أيضا يعني مثل ما حكينا أنه العلاقة بالجانب السياسي نحن ما منحسين لهم حدا على مثلا على هذا الأمر ولكن نحن منتمنى قدر الإمكان أنه الشيء الأفضل يعني لبلدنا ولشبابنا أكيد نتشكرك شكرا لك أحمد المحمد علي مدير مكتب باب رزق كنت معنا من إدليب نهارك سعيد شكرا لك حياكم الله الله يعطيكم العافية شكرا لكم شكرا لكم